درس ادب صغير اسمه الغزل في العصر العباسي يعني يبقى انه يتكلم عن الغزل في العصر العباسي مقدمة عن الدرس ادب صغير يقول ان في العصر العباسي اصدهر الادب شعرا وناثرا و اصدهر كل علم عرف والعرب يعني عصر العباسي ده كان عصر اصدهر بالنسبة للعرب فمن ضمن الحاجات اللي اصدهرت كان الشعر والناثر الادب عموما وفي ذلك العصر كثرة او كثرة الغزل كثرة مفرطة يعني الغزل قطر جدا فقد تغنى به كثير من الشعراء فازدهر وانتشر طيب ايه اتجاهات الغزل في العصر العباسي؟ مضى الغزل يجري في نفس الطيارين الذين اندفع فيهما عصر بني امية وهم حد فاكر اتجاهين الادب درسناهم قبل كده اتجاهين القاسف اتجاهين الغزل كانوا تجاهين وادرسوا قبل كده غزل من الاخر مش مؤده فانما الغزل العفيف هو غزل مؤده باختصار يعني وانتشر الصريح اكثر من العفيف بسبب اختلاط العرب بالامم الاخرى طيب اسكر اثنين من من برعوا في شعر الغزل فيه قد برع فيه ابو نواس ومطيع ابن اياس وكان غزلهما محركا للغرائز ولا تعفف فيه ولا حياة يعني من نوع الغزل الصريح اللون عنه واخيرا لم يكن شعر الغزل في العصر العباسي كله غزل صريح فبجانب هذا الطيار يجري طيار الغزل العفيف ولكنه لا يباري الصريح يعني الاثنين كان فيه غزل عفيف بردو مش ما كانش بي كان فيه لكنه ما كانش اقد الغزل الصريح كان الغزل الصريح كتير جدا ومنتشر جدا فالشعر العفيف يتغنى يعني ده بقى مميزات الشعر العفيف او الغزل العفيف يعني الشعر العفيف يتغنى بمحبوبته في شعر عذب لا ياخدش حياء وضعف هذا الطيار فيه العصر العباسي للأسف يعني وبقيت منه بقية عند العباس وقصيدة حب ووافق اللي درستوها دل على توجه العباس الى الغزل الباكي كده خلص الدرس درس صغير يعني فتمنى ان يكون سهل اشتركوا في القناة